الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترضيه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلم تجد له وليا مرشدا أبناء وبناتي طلبة وطالبات شهادة الإعدادية الأزهرية أهلا ومرحما بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مادة أصول الدين أبناء وبناتي الفرع الذين تكلموا فيه اليوم هو مادة الحديث النبوي الشريف أبناء وبناتي ومع الحديث الثامن من الأحاديث المقررة علينا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نبدأ يومنا أبناء وبناتي هيا بنا نبدأ السبعة الذين يظلهم الله في ظله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام الحادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبتهم رأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه والحديث متفق عليه يعني رواه الإمام البخاري والإمام المسلم أبنائي وبناتي لو تكلمنا عن المعنى العام لهذا الحديث المعنى المختصر لهذا الحديث نقول أن الحديث يتكلم عن فترة معينة من الفترات هذه الفترة هي فترة يوم القيامة يوم القيامة يوم تشتد فيه الأهوال تدن فيه الشمس من الرؤوس حتى تكون بمقدار ميل والناس يغرقون في عرقهم فمنهم من يصل العرق إلى ركبتيه ومنهم من يصل العرق إلى حقويه ومنهم من يصل العرق إلى أن ينجبه إلجاما وتذهل كل مرضاعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس زكارة وما هم بزكارة ولكن عذاب الله شريد وترى الولدان شيبة في هذا اليوم العظيم الناس فزعون الناس قلقون الناس يعني في هم مستطير وهناك أصناف في هذا اليوم لا تشعر بهذا الهم ولا بهذا الأرق ولا بهذا القلق ولا بهذه المشكلات هؤلاء سبعة مش سبعة أشخاص هؤلاء سبعة أصناف ومش الأصناف دي بس اللي آمنون من عذاب الله سبحانه وتعالى لكن دي من الأصناف الآمنة من عذاب الله تبارك وتعالى ومن انتقام الله تبارك وتعالى يوم القيامة في ظل هذه الأوقات العصيبة للشمس تدن من الرؤوس هناك سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى أولهم وأسبقهم الإمام العادل الذي كان يحكم بين الناس بالعد والذي كان والله الله تبارك وتعالى أمور الناس فقام بالعدل والقصط والإصلاح وأبعد عن الأمة الإفساد هذا هو أولهم لعموم نفعه بين الناس بعد ذلك يأتي شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى اشمعنا موضوع الشاب لأن فترة الشباب دي فترة بعض الناس بينجالف فيها نحو المعاصي أو نحو العلاقات غير الشرعية أو يغطر الإنسان فيها بقوته لكن الشاب دوت ما اغطرش بقوته ولا بشبابه ولا مال عن طريق الحق ولكنه نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى ثلال هذه الدرجة العظيمة أيضا رجل قلبه معلق بالمساجد وكأنه كده حينما يخرج من المسجد هو يخرج ويترك قلبه في المسجد في بعض الناس بتبقى عايزة الإمام يخلص الصلاة بسرعة علشان يلحق أعماله أما هذا الرجل فهو قلبه معلق بالمساجد لا يخرج من المسجد أو لا يكاد يخرج من المسجد إلا وقلبه يتمنى أن يعود للمسجد مرة أخرى فهو يقوم على خدمته ورعايته والصلاة فيه والذكر فيه كثيرا حتى يصل إلى هذه المرحلة ورجل آخر دعته امرأة ذات منصب وجمال هو إنسان بيحافظ على نفسه هو ممكن ما بيعمل شطاعات كتير لكن هو يخاف من الله سبحانه وتعالى حتى أنه لما عرضت عليه الشهوة وامرأة جميلة وامرأة ذات منصب وكم ممكن يقع في هذه المعصية إلا أنه في هذه اللحظة قال إني أخاف الله ورجل آخر ذكر الله خاليا خاليا دي أولاد لها أكتر من معنى رأيها لخاليا يعني خاليا يعني الوحده معهوش حد أصل كنت تبكي أمام الناس من خشية الله قد يخالط هذا البكاء الرياء لكن لما يبقى الإنسان لوحده ومحدش مطلع عليه تماما وهو يذكر الله وتفيد عينه من الدموع دا إنسان صادق دا إنسان علقته بالله سبحانه وتعالى قوي جدا فهذا الإنسان يستحق أن يكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل آخر هو كريم جدا وجواد ولا يسأل يعني أحدا إلا الله سبحانه وتعالى هذا الرجل يعطي بغير حساب حتى أنه ينفق ويخفي هذا الإنفاق بشكل كبير جدا لدرجة شوف التشبيه للحديث بيقوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هو طلع الصدق بإيد اليمين إيد الشمال ما تعرفش هو طلع كام ولا طلع إيه ولا طلع لمين وكأنه يقول لا يعلم أحدا ما لا يعلم أحد ما أنفقه هذا الشخص إلا الله سبحانه وتعالى حتى أنه يخفي صدقة عن نفسه يعني حتى ممكن يكون بيحطه له في جيبه وطلع حاجة هو مش عارف دي كام عشر ولا عشرين ولا ثلاثين ولا مية ولا ميتين هو يخرجها لوجه الله تبارك وتعالى ولا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورة أبناء ومناتي هذه اللوحة التي يرسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء العباقرة لهؤلاء النوعية أو لهؤلاء المجموعة المصطفى والمنتقى هؤلاء الذين يكونون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله يرسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقتدي بهم يرسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتأسى بهم مش علشان احنا بس نقول ده كلام جميل وكلام كويس لا لقد كان في قصصهم عبارة للألباب أبناء ومناتي هيا بنا إلى المفردات معاني المفردات المفردات حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله فهل المراد سبعة أشخاص قال لي لا المراد ليس سبعة أشخاص وإنما المراد سبعة أصناف المراد سبعة أصناف وليس سبعة أشخاص سبعة أصناف من الناس ممكن يكون الإمام العادل ده مش واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا عشرة ممكن يكون ألف ممكن يكون ألفين المهم أنه هم سبعة أصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله طيب يعني إيه يظلهم الله في ظله اللي في ظله يعني في ظل عرشه سبحانه وتعالى أولهم الإمام العادل ما المراد بالإمام قالوا أبنائي وبناتي الإمام المراد به كل حاكم وكل راع في رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته سواء كان هذا الإمام رئيسا للجمهورية أو خليفة للمسلمين أو مديرا لمكان من الأماكن الإمام العادل طيب ما معنى كلمة العادل كلمة العادل يعني أنه يطيع أمر الله سبحانه وتعالى وينتهي عما نهاه الله ويقيم العدل بين الناس أيضا من ضمن أولئك الذين يدخلون الجنة شاب ناشأ في عبادة ربه فما هو الشاب قال لي الشاب هذا هو من لم يجاوز الأربعين لأنه إذا وصل إلى مرحلة الأربعين وصل إلى مرحلة الرجولة حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة فأبل سن الأربعين هو شاب شاب ناشأ في عبادة ربه ما هي العبادة؟ قالوا العبادة هي مطلق الطاعة وينشأ فيها بأن تغلب طاعته على معصيته من أول أمره الطاعة أكثر من المعصية ولا يفكر في المعصية أبدا بل إنه إن فكر فيها تغلب الطاعة أو كما قال بعض الصالحين العبادة هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية تفضي إلى راحة أبدية كان كده العبادة هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية تفضي إلى سعادة أبدية طيب رجل قلبه معلق بالمساجد ألي رجل قلبه معلق بالمساجد؟ يعني رجل يحب المساجد حبا جمع طيب رجلان تحبى في الله يعني تحبى من أجل الله تبارك وتعالى لا لغرض دنيوي طيب وديني عرفها إزاي قال لي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء مش عشان جاب لك هدية محبة زادت في قلبك ومش عشان خصمك محبة قلت في قلبك لأنك لا تحبه لنفسه وإنك أنت تحبه لأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل طاعته لله وليس لغرض دنيوي طيب ما معنى؟ دعتهم رأة ذات منصب يعني إيه ذات منصب؟ يعني صاحبة جاه وسلطان لها منصب كبير أو لها جاه ولها قدرة ولها سلطان تستطيع أن تؤذيه كما فعلت امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام قالت هيت لك قال ما عذا الله فما كان مصيره بعد ذلك كان مصيره بعد ذلك أن قالت للعزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم فكانت ذات منصب وجاه لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أكيد اليمين وشمال اللي هم اليدان والمعنى هنا حتى لا يعلم ما ينفق كلمة خاليا كلمة خاليا يعني بعيدا منفردا وخلي بالنا يا أبنائي أن كلمة خاليا دي ممكن تأتي بمعنى تاني يعني إحنا هنا بنقول ذكر الله خاليا يعني ذكر الله منفردا ما كانش معا حد يعني ما كانش حد شايفه أو خاليا يميل بعض القلوب أو تميل بعض القلوب الصالحة إلى أن يقولوا أن كلمة خاليا يعني خاليا من الشواغل كثيرا ما نذكر الله تبارك وتعالى بس عاد أنت بتسبح أو بتكبر أو بتهلل أو بتحمد الله سبحانه وتعالى وانت مشغول بأنك بتنقل حاجة بتود حاجة بتجيب حاجة لكن هذا الإنسان حينما ذكر الله كان همه وقلبه وكله منشغل بالله سبحانه وتعالى وأخلى قلبه من أي مشاغل إلا من ذكر الله ومن التعلق بالله سبحانه وتعالى أبنائي وبناتي بعد أن تعرفنا على المفردات الواردة في هذا الحديث ننتقل مباشرة إلى المعنى العام للحديث المعنى العام للحديث في هذا الحديث أبنائي وبناتي يبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة أصناف من الناس هذه السبعة لها منزلة عظيمة يوم القيامة حيث ينجيهم الله من حر يوم القيامة ويظلهم في ظل عرشه وليس المراد فقط أنه ينجيهم من الحر ولكن المراد أنهم في أمن إلى فزع الناس في أمن من أهوال يوم القيامة الأول من هؤلاء السبعة هو الإمام العادل ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام العادل ليقدمه على غيره قال العلماء لأن الإمام إذا صلح صلحت الرعية فهو بمكان القلب من الأمة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله فالإمام إذا كان عادلا صلحت الرعية كلها وإنما قدم الإمام على ما بعده لعموم نفعه وكثرة مصالحه فهو يستطيع أن ينصح الناس بما لا يستطيع واعظ أن يعظ به الناس أما النوع الثاني أبنائي وبناتي من أولئك الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فهو شاب حافظ على طاعة الله وقد خص الثاني من السبعة بالشاب يعني إشمعنا قلنا شاب ما قلناش لي إنسان نشأ في طاعة الله رجل نشأ في طاعة الله قال لأن العبادة من الشاب أشد أصعب يعني لأن فترة الشباب فترة القوة والحماسة والحركة والفتوة فتكون الشهوة أكثر وأشد وأغلب ولكثرة الدواع لطاعة الهوى في هذه المرحلة فكون هذا الشاب يلازم عبادة الله هذا يدل أنه أشد تمسكا بطاعة الله تبارك وتعالى من غيره لأن العبادة حينئذ أشد وأدل على غلبة التقوى أما الرجل الثالث أو النوع الثالث أبنائي وبناتي فهو الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد حتى أنه يحب المسجد حبا يجعله متعلق القلب به إذا خرج منه حتى يرجع إليه يعني لا يكاد يخرج من المسجد إلا ويتمنى أن يفتح المسجد مرة أخرى ليعود فيه ليؤدي فيه الصلاة وأظنكم جميعا سمعتم عن أم محجن هذه المرأة السوداء الضعيفة الفقيرة التي كانت تقم المسجد ولما ماتت لم يخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بموتها فلما افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني قال ما شأنقم أين هذه المرأة أو كما قال صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة انظر إلى هذه المرأة التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الجنة مما يدل على مكانة أولئك الذين يحبون المساجد وأولئك الذين يخدمون بيوت الله أما القسم الرابع أبنائي وبناتي من أولئك الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فهما رجلان متحابان في الله تبارك وتعالى لا من أجل دنيا ولا من أجل منفعة ذاتية ولا من أجل مصلحة دنيوية يعني يا أبنائي ستقابل في حياتك الكثير من الناس هتقابل من يحبك ومن يكرهك وهتقابل ممن يحبك من يحبك لذكائك ومن يحبك لجاهك ومن يحبك لمالك ومن يحبك لوسامتك ومن يحبك لمهارتك ومن يحبك لفطنتك ومن يحبك لعلاقاتك الاجتماعية ومن يحبك لأسلوبك الرقيق ومن يحبك لتعبيراتك الرائعة لكن كل أولئك يذهبون إذا ذهبت هذه الصفات فالذي أحبك لوسامتك إذا ذهبت الوسامة ابتعد عنك والذي يحبك لمالك إذا ذهب المال ابتعد عنك والذي يحبك لذكائك إذا ضللت الطريق ابتعد عنك وربما هجاك أما الذي يحبك لله يعني لطاعتك لله ولا يحبك لغرض دنيوي هذا هو الإنسان الذي يبقى معك يدعو لك ويرسلك إلى الخير ويدلك على الحق ويساعدك على فعل الطاعات هذا هو الذي يحبك في الله سبحانه وتعالى يجب عليك أيضا أن تحبه في الله فإذا اجتمع القلبان في المحبة على الله سبحانه وتعالى كان يوم القيامة على منابر من نور يحسدهم عليها أو يغبطهم عليها الصالحون والصديقون لما لهم من المنزلة عند الله تبارك وتعالى أعرف منين أن فلان يحبني في الله أو ما بيحبنيش في الله أو أعرف منين أنا بحب فلان في الله أو ما بحبوش في الله قال لي العلامة على ذلك أن المحبة لا تزيل بالبر وأن المحبة لا تنقص بالجفاء يعني هو حتى لو جاب لك هدايا أو فعل معاك مواقف كويسة جدا جدا أو ساعدك في أمور محبته ما زادتش في قلبك طب ليه ما زادتش المحبة في قلبك؟ لأنك مش بتحبه عشان هو بيساعدك مش بتحبه عشان هو بيخدمك مش بتحبه علشان هو بيقدرك مصالحك لأنك مش بتحبه علشان زكاؤه وموهبته وماله وسلطانه لا وكذلك إذا فعل معك موقفا لا تحب هذا الموقف أو جفاك وابتعد عنك أنت محبة ما قلتش في قلبك لأنك لا تحبه لأنه يحبك وإنما أنت تحبه في الله لمحبته لله ولطاعته لله ولقربه من الله سبحانه وتعالى إذن في هذه المرحلة يستحق الطرفان أن يكون على منابر من نور يوم القيامة وأن يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله أما القسم الرابع أبنائي أما القسم الخامس أبنائي وبناتي من أولئك الذين يدخلون الجنة ويظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فهو رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فعصم نفسه وحكم شهوته ما خلش الشهوة تغلبه وغلب عليه الخوف من الله تعالى فانصرف عنها بدافع التقوى والخوف من الله مع شدة الداعي إلى المرأة من اجتماع الجمال والمنصب إذن أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية البند رقم خمسة أو الشخص الخامس من أولئك الذين يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله هو الإنسان الذي استطاع أن يتحكم في شهوته الإنسان الذي استطاع أن يتحكم في دوافعه وميوله حتى أنه لما عرضت عليه إمرأة ذات منصب وذات جمال وذات جاه وهي التي عرضت عليه نفسها وهي التي دعته إلى ارتكاب المعصية قال إني أخاف الله وهو الإنسان يجب يتحكم في شهواته وإنت ابني لازم وإنت بتفكر في حياتك ابني أو بنتي لابد أن تفكر دائما في أن نفسك هذه التي بين جنبيك يجب أن تتحكم أنت فيها لا أن تتحكم هي فيك لأنها لو تحكمت فيك هذه النفس ستجرك إلى المعاصي كما قال الإمام البصيري أن نفسك الطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي لو أنت عودت نفسك أنك تذاكر من الساعة كذا للساعة كذا وأنك تكن من الساعة كذا للساعة كذا هتلاقي نفسك بعد كده أوتوماتيك بتعمل هذه الأمور إنما لو سبت نفسك كده هي التي تقودك ستقودك إلى المهالك فهذا الإنسان الذي استطاع أن يتحكم في شهواته الذي استطاع أن يتحكم في غرائزه الذي استطاع أن يضبط نفسه بأوامر الله تبارك وتعالى استحق هذه المنزلة العالية أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله ويكون من السبع الذين وصلوا إلى هذه المرتبة العالية عند الله سبحانه وتعالى ونتذكر في ذلك سيدنا يوسف لما غلقت امرأة العزيز الأبواب وقالت هيت لك مع جمالها ومالها ومنصبها ومع كونه غريبا في هذه البلاد وخادم عندها في هذا الوقت وهو سيد عند الله سبحانه وتعالى إلا أنه قال لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون فلنتمثل أبنائي وبناتي بيوسف عليه السلام الشخص السادس أبنائي وبناتي من أولئك الذين يستحقون هذه المنزلة العالية عند الله تبارك وتعالى رجل تصدق بصدقة سرا وصدقة السر دي لها مكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان أخفى هذه الصدقة عن أعين الناس واجتهد في إخفائها غاية الاجتهاد إخلاصا لله تبارك وتعالى حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا مثالا عظيما جدا فقال لنا على طريق المبالغة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أما الشخص السابع أبنائي وبناتي هو رجل ذكر الله بعيدا عن أعين الناظرين لم يرأي لم يخبر الناس بأنه يفعل ذلك لأنه تقي ولأنه كذا وكذا وكذا لا وإنما ذكر الله وهو بعيدا عن الناس ففاضط عيناه بالدموع والبكاء والنار لا تمس عينا بكت من خشية الله سبحانه وتعالى فهذا البكاء بكاء خوف أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية ننتقل إلى ما يرشد إليه الحديث الشريف أولا يرشد الحديث إلى فضيلة الإمام العادل وأنه كل إنسان تولى أمرا من أمور المسلمين يجب عليه أن يعدل بينهم وأن يقوم بينهم بالقسط وأن لا يظلم أحدا وأن لا يعتدي على أحد أيضا يبين مرحلة الشباب وأهمية هذه المرحلة وأهمية الاهتمام بتوجيه الشباب نحو طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يفوزوا بهذه الدرجة العالية يدل أيضا هذا الحديث أبنائي وبناتي إلى الحث على أن نحب بعضنا بعضا في الله وأن نتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول أبنائي ننتقل الآن إلى تدريبات حول هذا الحديث الحديث الثامن التدريب الأول أكمل العبارات التالية بما يناسبها أبنائي وبناتي إحنا واجب علينا أن نحفظ هذه الأحاديث أن نحفظها بقلوبنا وأن نحفظها بأفئلتنا وأن نحفظها بلساننا فحنشوف الحديث كده ونكمل هذا الحديث أنت خدت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نؤط وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل نؤط ورجل والرجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ماذا فعل فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم إيه ورجل ذكر الله إيه هذا الحديث متافاق عليه الإجابة هكذا أبنائي وبناتي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله حذر الإجابة الإجابة تكون هكذا أبنائي وبناتي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أول واحد الإمام العادل طيب ورجل إيه هنقول ورجل قلبه معلق في المساجد ها ورجل طلبته امرأة إيه براظو طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم إيه براظو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه آخر حاجة ورجل ذكر الله إيه براظو ذكر الله خاليا ففاضت عينه طيب أبنائي وبناتي المقصود بكلمة سبعة المقصود بكلمة سبعة براظو بسبعة أصناف من الناس طيب من مقصود بقوله في ظله الإجابة الصحيحة يعني في ظل عرشه سبحانه وتعالى طيب لو قلنا يا أبنائي وبناتي ما المقصود بالإمام في هذا الحديث هل مقصود بالإمام في الصلاة لا المقصود بالإمام في الحديث كل حاكم وكل راع في رعيته فكلهم مسؤول أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة عم رعيته طيب ما المراد بالعبادة في الحديث هل المراد بالعبادة الصلاة والزكاة والحج أبدا إنما المراد بالعبادة في الحديث هو مطلق الطاعة ما معنى شاب نشأ في عبادة ربه الإجابة أن هذا الشاب غلب الطاعته على معصيته في أول أمره ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي مع التصويب الجملة الأولى رجل قلبه معلق في المساجد أي أنه يحب المساجد حبا شديدا هذه عبارة صحيحة قوله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلان تحابا في الله أي أنهما أحب بعضهما بعضا من أجل الله تبارك وتعالى لا من أجل غرض دنيوي لا من أجل منصب ولا مال ولا جاه ولا ذكاء ولا واسطة هذه عبارة صحيحة لو قلنا أبنائي وابناتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإمام العادل على غيره لمنصبه وجاهه بين الناس نقول هذه عبارة خاطئة إنما قدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعموم نفعه لأنه إذا صلح صلحت الرعية وإذا فسد ربما فسدت الرعية العبادة من الشاب أسهل من العبادة في الكبر هذه عبارة خاطئة فالحقيقة أن العبادة في مرحلة الشباب هي أصعب بكثير لغلوب الفتوة وغلبة الشهوات التي تعرض للإنسان في هذه المرحلة العمورية الرجل المعلق قلبه بالمساجد ومن يحب المساجد حبا يجعله متعلق القلب به إذا خرج منه حتى يرجع إليه هذه عبارة صحيحة أبنائي وابناتي طلبة وطالبات أشهادة الإعدادية الأزهرية كما قلت لحضراتكم ليس المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نعجب به وإنما الغرض منه أن نعجب به وأن نطبق ما فيه من أحكام أن ينظر كل واحد مننا إلى هذا الحديث ويسأل نفسه أنت لسه في المرحلة الإعدادية يعني ممكن ينطبق عليكم كل هذه الصفات إمتى حتبقى في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله هل ستكون إمام عادل ولا حتكون شاب نشأ في عبادة الله ولا حيبقى قلبك دائما متعلق بالمساجد ولا أنت بتحب أصدقائك لله مش بتحبهم لغرض دنيوي ولا أنت حينما تعرض عليك هذه الشهوات ستقول إني أخاف الله ولا أنت حتبقى إنسان خير تنفق في الإنفاق الخيري وتنفق سرا وجهرا لإني خلي بالك إن تبدو الصدقات فنعمهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولا أنت حيبقى بينك وبين الله عمار فتذكر الله تبارك وتعالى بعيدا عن أعين الناس وتفيض عينك بالدموع ابحث لنفسك يا ولدي وابحث لنفسك يا ابنتي عن باب من هذه الأبواب السبعة لتكونوا في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله واعلم وعلمي أن التذكير والتأنيث في الحديث لا مفهوم له يعني الحديث كله لو ألبناك لو قلنا شابة نشأت في عبادة الله إن شاء الله تكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لو قلنا امرأة عرض عليها رجل ذا منصب وجمال أن تفعل الفاحشة فرفضت إن شاء الله تكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله لو قلنا امرأة ذكرت الله خالية وهي خالية ففاضت عينها من الدموع أو مثلا امرأة تحب زميلتها أو صديقتها في الله لا تحبها لغرض ذنيوي ينطبق عليها ذلك يمكن بس يستثنى من ذلك كما قال بعض العلماء مسألة الإمام العادل ومسألة رجل قلبه معلق من المساجد أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية أشكركم على حسن استماعكم وأسأل الله تبارك أتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته